وصول منتخبنا العراق الصباح اليوم لدولة الكويت لملاقات أصحاب الأرض والجمهور من الجولة الثانية الموهلة لكأس العالم وأيضا وصول الجماهير العراقية لدولة الكويت بسلام وعدنا خبر مهم آخر يا شباب خروج أيمن حسين من المستشفى بعد تحسن صحته وآي أمور يا شباب مهم ما راح نتكلم به من خلال هذا الفيديو أتمنى تشترك بالقناة إذا ما مشتركوا تدعمني باللايك حتى نستمر أكثر وأكثر سلام عليكم حبايب قلبان رضا حبيب حياكم الله منتخبنا الوطني ينطلق صباح اليوم والاثنين بطائرة خاصة من مطار البصرة إلى مطار الكويت منذ المتعرفون رغم قرب المسافة إلا أن بحيدر عدنان درجال أصار على سفر المنتخب عبر طائرة خاصة وهذا الشيء جيد لللاعبين ورح يكونون بأفضل راحة لعبون منتخبنا الوطني مرتاحين في الطائرة الخاصة المتوجهة نحو الكويت ترتيب تعيش الكرة العراقية بأعلى المستويات صباح يوم الأحد غادر مهدي كريم يا شباب والمسؤول عن التجهيزات لدولة الكويت بسيارة خاصة عبر منفل سفوان الحدود طبعا مهدي من وصل قبل يوم للكويت لأسباب عدة يا شباب ومنها هو المسؤول عن الكشف عن الفندق اللي راح يقيم بالمنتخب الوطني وأيضا يرتب كل شيء يحتاج المنتخب قبل وصولهم وهذا الشيء مدرس من قبل عدنان درجال هاي الأمور تصنع منتخب قوي ونتلافق جميع المشاكل السابقة على العموم يا شباب منتخبنا وصل للكويت بسلام وجاهز بكافة لاعبنا للمباراة غدا إن شاء الله طبعا كاساس هو اللي يطلب يبقى بالبصرة حتى يوم الاثنين ويغادر للكويت لأن المناخ هي الشابه بين البصرة والكويت وأيضا يريد يسوي عدة خطط لعب جديدة تناسب الفريق بعد إصابة أيمن حسين وإن شاء الله أنا متأكد راح يدخل كاساس لمباراة غدا بلاعبين مهاريين مثل دانيل السايد وزيدان قبل وغيرهم من لاعبين المهاريين لأن الكويت كل تشكيلتهم يا شباب أعمارهم 30 سنة فما فوق يعني أصغر لاعبين عندهم فقط اثنين واحد عمره 25 سنة والثاني 27 سنة وهذا يعني الفريق خبرة فقط وذقيل بالملعب يعني راد لاعبين شباب وسط الملعب وبالهجوم حتى يصنعون الفارق لمنتخبنا الوطني ولننسى الحماد السريع وضخم ويجاريهم وحتى يسجل عليهم فيا شباب راح نشوف طريقة لعب وتكتيك وترتيب وشغل مختلف تماما عن المباريات السابقة واليوم أيضا يا شباب راح يتم إجراء المؤتمر الصحف الخاص بمباراة منتخبنا الوطني أمام الكويت عند الساعة الثامنة مساء طبعا سيتواجد في المؤتمر كل من اللعب إبراهيم بايش رفقة المدرب خيساس كاساس هذا يعني يا شباب بايش أساسي لمباراة غدا إن شاء الله الكويتين يا شباب نسوين تصعيد ومرهنات وشحن حتى يفوزون على منتخبنا الوطني العراقي ولحد الآن الحمد لله جمهورنا واعم وثقفوا أصبح يعرف هاي النماذج تستغلنا حتى تسبب ضغط على منتخبنا الوطني فالحمد لله ما جاي نشاهد جمهورنا منطيهم أهم يرغم منشوراتهم وتصرفاتهم اللي ما إلها أي داعي بس إحنا كجماهير أنثقب منتخبنا سيرد بالملعب مو بالساشال مينيا عندنا القدرات عندنا الإمكانيات عندنا المدرب عندنا كل شيء يغير ويسوي فارق بالمباراة بأي لحظة فيا الشباب ابقوا هاملين هاي الأمور ولا تنطهم أهمية وخلوا إن شاء الله باتشر يثبت منه أفضل منتخبهم لو منتخبنا واللي يسأل على دخول الجماهير العراقية ترى دخلت جماهيرنا يا شباب من ليلة أمس إلى الكويت وإن شاء الله جماهيرنا تصير لهم بصمة بالمباراة ومثل ما نوحت لكم بالفيديو السابق مكان جلوس جماهيرنا رح يكون خلف المرمى فقط حسب التذاكر المخصصة يا شباب للعراقيين اللي هنا خمسة آلاف تذكرة تم بيعها بالكامل للعراقيين عرفناها عبر موقع الاتحاد الكويتي هو اللي نشره قال تم بيع جميع تذاكر الجماهير العراقية والكويت يا شباب جاية تمر بحالة صعود التذاكر بالسوق السوداء بالشكل مرعب يعني ما يقارب وصلة التذكرة 450 ألف دينار عراقي مثل ما قلت لكم شحن زايد عد الكويتين للمباراة والدليل صعود السعر التذكرة المرعب يعني التذكرة 450 ألف دينار يا شباب هذا الشي مرعب جدا المهم يا شباب خلونا نجي للخبر الحلو أيمن حسيني غادر المستشفى بعد استقرار حالة الصحية وتوجه لفندق المنتخب بس ما يشارك يا شباب واضح لان بعد فيديوهات يطلع أيمن انه انا جاهز وراح اشارك ومعرف ايش ترى يشاقة أيمن ماشي فلسا تقول أيمن شائل هن الأربعين يوم شائل هن يعني مرتاح مرتاح بيهن فيرجع إن شاء الله بالشهر الـ 11 أي قبل مباراة الأرض بالضبط يعني ما نحدد إحنا بها شهر بس أنا أصور عودتها تكون نهاية شهر العاشر أنا أصور هيش يعني لأن الحمد لله تحسن ملحوظ جدا بصحة أيمن حسين هاي اليومين فالحمد لله يا شباب على صحة لعبنا الموهوب أيمن حسين ويا رب يعود بأقرب وقت للملعب وإن شاء الله رح يقوم بمساعدة أخوان اللاعبين ويطيهم الحافز للمباراة إن شاء الله أمام الكويت غدا وتحقيق الفوز وضمان الصدارة بشكل رسمي قبل التوقف بعد نهاية الجولة الثانية وأيضا يا شباب مساء لامس ظهر اللاعب الدولي السابق يونس محمود وأضاف الكلام ملاتي كاساس قد يعتمد على خطة بثلاث مهاجمين في مواجهة الكويت وليس الحمد فقط وأضاف أيضا كاساس لديه وفرة من اللاعبين وهو متيقن أن التصفيات طويلة وقد يتعرف بعض اللاعبين للإصابة وبالإمكان الاستعانة بالبداء العراق يملك القدرات والأدوات اللازمة لتخطي كل من الكويت والأردن بسهولة هذا يا شباب كان كلام يونس محمود فعليا كلام صحيح مجرد نترك التصعيد ونصير طبيعيا صدقوني منتخبنا محادي وقف ولا أردن ولا كوريا ولا الكويت ولا مدر منه بالمجموعة بس لازم أن نسوي تصعيد بالسوشال ميديا ونسبب ضغط على منتخبنا الوطني ترى الجماهير الدول البقية تتمنى يصير هيد شيء تصعيد بالسوشال ميديا وكذا لن يعرفون فدي يصير تصعيد تيها القضية واضح يا شباب فيا شباب عندنا الأدوات اللي تصنع الفارق بأي لحظة صدقوني عندنا وفرة من اللاعبين ما بيهم ضعيف وما بيهم قوي كلهم مستوى واحد ويقدمون مباريات عالية للمستوى فخلونا نصير ايد وحده وندعم منتخبنا فقط بدون الإساءة لبقية المنتخبات وجماهيرهم واضح يا شباب وإن شاء الله توفق المنتخبنا الوطني العراقي غدا وتحقيق النقاط الثلاث المهمة اللي راح تخلينا متصدرين للمجموعة قبل التوقف بعد الجولة الثانية هاي كل أخبارنا المهمة يا شباب لهذا اليوم أتمنى ذاول مرة تشوف لتشترك بالقناة وتدعمني باللاكتج يعني لاستمر أكثر وأكثر أشوفكم في فيديو خبر جديد مع السلامة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر